مصر أضاعت فوز سهل طبعا أضاعت فوز سهل يعني أنه المتوقع في المجموعة دي أن موزنبيق تبقى الفرقة الأخيرة في المجموعة ومش أقول حصالت المجموعة لأن برضو ما بقتش الكرة لا ما بقتش يعني الكرة فيها كده الحسابات اختلفت الحسابات اختلفت لأنه برضو الفرقة الأفريقية الصغيرة زي موزنبيق زي ما برح لما نيجي نتكلم عن رأس الأخضر زي تنزانيا بقى عندهم لعبة محترفين في أوروبا كتير ما كانش ده موجود قبل كده يعني زمان من عشر خمستاشر سنة ما كانش فيه كده لكن هتلاقي مثلا حتى فرقة موزنبيق هتلاقي فيه لعبة في البرتغال هتلاقي فيه لعبة في فرنسا هتلاقي لعبة فيه الموضوع اختلف شوية بقوا أكثر تنظيما عندهم يملكوا بعض اللعيبة المهريين عندهم طموح أي فرقة طبعا لكن المنطق والحسابات والتاريخ والإمكانيات اللعيبة الفنية وكله كان صالح مفروض انه صالح مصر ده بديه يعني أنا هقول لو هسأل نفسي السؤال ده بصراحة حدي العنوان بتاع مباراة أمس شيء لا يصدقه عقل حقيقي والله لا لا يصدقه عقل ان ما كانش فيه استوديو تحليلي واحد عفوا بيقول ان بجد موزنبيق هتفوز او هتتعادل ترجمة نانسي قنقر